بسم الله الرحمن الرحيم بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأرشيناهم فهم لا ينصرون وسواق عليهم أأنزرتهم أم لم تنزرهم لا يؤمنون إنما تنزل من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما كدموا وآصارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم أسنين فكذبوهما فعززنا بسالس فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مصرنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائلكم معكم أإن زكرتم بل أنتم كوم مصرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا كوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بدر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينكزون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل دخل الجنة قال يا ليت كوم يعلمون بما غفرني ربي وجعلني من المقربين وما أنزلنا على كومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا سيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على الإباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرور أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من سمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مزمبون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز الأليم والقمر كدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم للشمس ينبغي لها أن تدرك الكمر ولا الليل سابق النهام وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا زريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقزون إلا رحمة منا ومتان إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا وانين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن أطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا سيحة واحدة تأخذهم وهم يفسمون فلا يستطيعون توسية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفق في الصور فيزاهم من الأجداس إلى ربهم ينصلون قالوا يا ويلنا من بعثنا ممن قدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا سيحة واحدة فيزاهم جميع لدينا محدرون فاليوم لا تزلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في زلال ألا الأرائك متكعون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن يعبدوني هذا سراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعجلون هذه جهنم الذي كنتم توعدون إسلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على فواههم وتقلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على عينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لما سخناهم على مكانتهم فما استطاهم دجا ولا يرجعون ومن نعمر وننكس في الخلق فلا يعكلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إنه إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا نعاما فهم لها مالكون وصللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نسرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يصدرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان وأنا خلقناه من نطفة فإذا هو حصيم مبين وضرب لنا مسلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاءها أفضل مرة وهو بكل خلق أليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر ألا أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملك تؤل لشيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم